معلومات مثيرة للجدل يكشفها تقرير الوكالة أسوشايتد بريس الأمريكية التقرير كشف عن صفقة سرية قام بها التحالف مع مقاتلي القاعدة في شبوة لانسحابهم من عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية نظير مبالغ مالية بل والأدهى من ذلك هو تجنيد مئات من عناصر التنظيم في قوات النخبة الشبوانية أصبح عناصر تنظيم القاعدة جزءا من القوات الموالية للإمارات في اليمن الاتفاق الذي شملته صفقة انسحاب القاعدة من أبيا وشبوة وحضر موت يقضي بأن يدفع لهم مبالغ مالية مقابل انسحابهم من المدن لكن الأمر تجاوز ذلك فعدد من أمراء الحرب من تنظيم القاعدة يتلقون دعما مباشرا من أبو ظبي أبو العباس وعلى الرغم من وضعه على القائمة الأمريكية للإرهاب إلا أنه لا يزال يتلقى دعما ماليا إماراتيا يقول مسؤول أمني سابق في تعز للوكالة الأمريكية إن قوات أبو العباس في تعز هاجمت مقر الأمن في المدينة وأطلقت سراها عدد من المشتبه بهم من القاعدة وقال الضابط إنه أبلغ التحالف بالهجوم لكنه يفاجأ بعد ذلك بأنه تم إعطاء أبو العباس أربعين مركبة وأن لدى قادة القاعدة عربات مدرعة تعطى لهم من قبل قوات التحالف في حين لا يملك قادة الأمن مثل هذه المركبات يغيب موقف الحكومة الشرعية مما يحدث على أراضيها رغم أن التحالفات بين الإمارات وتنظيم القاعدة لم تعد خافية للعيان خصوصا وأن الإمارات لا تزال تدعم قيادات وأفراد متهمين بالإرهاب ووسط تساؤلات حول ما إذا كان قد مورس ضد الحكومة ضغوطات لوضع أبو العباس وأمثاله في مناصب عسكرية تظل التحذيرات مستمرة من مخاطر الدفع بعناصر القاعدة إلى خطوط المقاومة ومحاولة تشويهها بل يتجاوز الخطر المعركة إلى تفخيخ الجيش الوطني بعناصر التنظيم الإرهابي